اشتركوا في القناة وفي هذا السياق قالت صحيفة سوهرأي المقربة من الجبهة ان البوليساريو اعترفت بخسارتها في حربها على المغرب مشيرة الى ان الجمهورية الوهمية لن تحرز اي تقدم على ارض الواقع واشارت الصحيفة الى معاناة الصحراويين بمخيمات تندوف حيث تدهورت ظروف العيش بسبب انخفاض المساعدات الانسانية بسبب الازمة العالمية والاغلاق التم للمراكز الحدودية بسبب الحرب والازمة الاقتصادية العالمية واوضحت الصحيفة ان جبهة الانفصاليين تواجه تحديات كثيرة في مجال الاعلام والتواصل ومكافحة التجسس وفقدان من وصفتهم بالحلفاء فضلا عما سمتها بالمؤامرة الدولية لفرض الحكم الذاتي وفي وقت سابق قال رئيس منظمة الصحراويون من اجل السلام الحج احمد بريك الله ان جبهة البوليساريو منذ ان خسرت راعيها الاول الراحل معمر القدافي وهي تدور في حلقة مفرغة دون ان تتمكن من تحقيق اي من اهدافها واقتصرت على ادارة مخيمات تندوف في صحراء جنوب الجزائر واضاف بريك الله في مقال رأي نشرته وسائل اعلام اسبانية ان الجبهة لم تستفد من التحولات التي عرفها العالم بما في ذلك ما حدث في البلد الذي يستضيفها على اراضيه حيث لم تعد جبهة التحرير الوطني هي الحزب الوحيد بالجزائر واشار المتحدث في مقاله الى ان المعارضة السياسية ممنوعة في جبهة البوليساريو لا يمكن التسامح باي حال من الاحوال مع التشكيك في الخط السياسي والفكر والحقيقة المطلقة المنبثقة عن القيادة واضاف القيادي السابق في الجبهة ان كبار القادة معصومون من الخطأ كما ان افعالهم لا تشوبها شائبة حتى لو ارتكبوا اخطاء سياسية استراتيجية او فسادا اخلاقيا شذا او جرائم شنيعة واوضح ان سلوكياتهم مهما بدت منحرفة او حقيرة ستجد دائما مجموعة من الغوغاء يقللون من شأنها وينسبونها الى مكايد ودعاية العدو وقال باختصار نحن نواجه ايولوجية طائفية ومدمرة تجمع بين التعصب القبلي والديني فضلا عن التعصب واللاعقلانية السياسية للقومية المتطرفة السمة وتابع الحج بريك الله بالقول لقد اهدرت البوليساريو ارواح الشعب الصحراوي وجهوده وتضحياته وشرعت في رحلة الى العدم سعيا وراء الاوهام حتى الان لم يحصد مشروعها الفاشل سوى الانقسام والشقاق داخل المجتمع تاركا ارثا طويلا من الموت والايتام والارامل والحزن غير قادرة على التكيف مع العصر الجديد وقال ان البوليساريو تنظيم لقيت لا نثيل له في اي مكان زرع على مدى نصف قرن من الزمن بين الصحراويين ايديولوجية طائفية تقترب من الفاشية حيث لا وجود للمعارضة السياسية ولا مكان للتيارات الاخرى ايديولوجية تقسم افراد العائلة الواحدة الى جيدين واو سيئين وطميين او خونة حسب تقاربهم مع الخط الرسمي ودرجة اخلاصهم وولائهم للعصابة في ظل عقيدة البوليساريو اذا قرر شخص ما لأي سبب من الاسباب التمرد او ازعاج العصابة او الاتعاد او ببساطة التشكيك في صحة القادة واجتهابهم وادارتهم المزعومة فانه بذلك يرتكب خطيئة سياسية اسوأ من خطيئة سلمان رشدي وفق تعبيره